طيب النادي الآلي لما تكلم مستر بيتسو موسماني ومديره الفني عن الفار وقال للكاف دي بطولة كبيرة فقارة كبيرة بتقاهل لبطولة أكبر عبق أو ما يكونش فيها تقنية الفار في هذا الدور رد الكاف وما ردش على حد قبل كده لكن رد على مستر بيتسو موسماني فاتكلم المدير الفني للأهلي بعد الفوز على المريخ عن نفس الأزمة نسمعه أفراقي عندنا ماتشات أكثر من أي فريق تاني كسافة مبارياتي الماتش دي بعتمد على شخصية ونبتحتهم الأشعار النادي ونحن لدينا في الماتش وعليات ناخده لقد سأقول هذا يحتاجنا ماتشات أكثر منواسات النادي كانوا ماتشات حماتيًا جداً يمكنك إنتاج النادي هستفعيل أرى كل شيئ ... أعطبه أن شريف شريف كبيره ... شريف كبيره ... شريف كبيره ... أعرف أنكم أحبونه الجسيل ... أنا أحبه أيضًا ... لكنه يسلم موجود في الداخل ... أذكر ... ماذا أعطبه أن أعطب شريف أخرى ... أريد شأنهم الله شنيف الأمر حقاً لدني أفضل لقاء لكن يجب أن تجهاني أيضاً لماذا لم تجهاني أفضل للمساعدة حسام؟ لماذا لا تجهي؟ لماذا لا تجهي بأن أفضل لقاء Sareem أجهي بأن أخطأ افضل لأمام وقاء في المساعدة حسام سوف يكيف إني أفضل لقاء سوف يكون تجهي أفضل لقاء لويز جمع لسيمبا هذا هو الأخلي أعطيه أحيان هل تتذكر أنك أصدر من مانغولا أحد فلافيو أحد فلافيو أحد فلافيو أحد فلافيو لويز جمع لثلاث للموسم ده لويز جمع لثلاث أسلاث نفس الأسئلة ونفس الضيق من الأسئلة يتكلموني ليه على فلان ما تكلموش ليه على فلان وكل واحد حيجيله وقت ويلعبه والحقيقة الموضوع بقى ممل وبعيد عن المهنية الإعلامية خالص لكن أنا كنت وجهت نصيحة بس هو يريته يفكر أنه ما يردش بدلا ما يرد وهو متدايق فبيغزوه أكتر يعني ما تردش لما محب المرة اللي فاتت قال لهم مش هترجم عمري محب مش هترجم السؤال ده لأنه مش في المباراة خلاص يقدر يعمل كده أو هو يقول ما عنديش هو الفلتر الأول وهو موسيماني لو ترجم السؤال حتى لو له علاقة بالمتش والله دي رؤيتي شكرا هل المقصود أنه كنت تحمسوا اللعيبة ضد بعض وضد الإدارة أنا ما عنديش إجابة اللي جابة بيعرفها اللعيبة في التمريد يقدر يرد بس هو بيتجرجر في الحتة دي الساعات مسألة إن الظار آه طبعا ما فيش ماتش اللعي دلوقتي إلا ما كان يبقى فيه قارات غريبة ما فيش ماتش ما فيش ضرب جزاء ما فيش ماتش بيعرفة الأهل بيتم حمايتها من العنف المتعمد ده فيه ضرب قدام الحاكم متعمد لم يتعامل معاه طبعا البر بس البر إيه ما هو برضو واشهر عادينا على البر لو عادينا يمشوها كده حي مشوها كده برضو رغم وجود الفارع إنت زي ما قلت إحنا يعني إذا كان فيه ناس مستكترة على الأهل لمواصلة انتصاراته أو الساعة لتحقيق مزيد من الإنجازات والألقاب يبقى الأمر نحن نحاول بقدر إن كان يبقى مصيرنا في إيدنا مش فيه حد تاني ده كلام مهم وكان كلام مهم اللي قاله مستر لي كلارك الإنجليزي المدير الفني للمريخ بعد خسارته من الأهل نسمع طبعا بتلعب الأهلي في أي زرف في أي مكان انت بتلعب فرقة قوية تلت كاس العلم للأندية بطل النسخة الماضية المتشاب بتبقى صعبة جدا أنت بتلعب نادي الأهلي المدرب رائع شخصية وفنية كل حاجة رائع من عندهم لما بتلعب الأهلي في أي وقت بيزهر الكوى الفنية اللي فرقة النادي الأهلي والكوى الفنية اللي أي فرقة تانية بتلعبه كلام فيه شجاعة وفيه إنصاف وفيه رقي بعدين إن فيه مدرب يشيد بفكر وكفاءة المدرب المنافس اللي غلبه ويسميه مدرب رائع ويسميه عندهم إمكانياته هو ده هو ده أحسن حاجة ممكن تحصل عليها أن تحصل على الاحترام أنت مش بتكسبه بس يا أستاذ براي ترجمة نانسي قنقر